بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الأخوة والأخوات أبناء إفريقيا العزيزة داخل قارتنا الأم وفي سائر أرجاء المعمورة كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم إفريقيا أتحدث إليكم اليوم لأهنئكم بمناسبة يوم إفريقيا تلك الذكرى التاريخية التي شهدت تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية والتي دشنت عهدا جديدا في مصاري التضامن الإفريقي وتعزيز العمل المشترك بين دول قارتنا الغالية ففي مثل هذا اليوم منذ ستة وخمسين عاما قام الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية بغرس بزرة الوحدة والتعاون الإفريقي ووضعوا لابنة الاندماج الاقتصادي والتكامل القاري وشيدوا جسور عبور إفريقيا نحو الاستقرار والتقدم والازدهار وها نحن اليوم نجني ثمار جهد الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية وعمل أجيال إفريقية متعاقبة بشكل دؤوب طيلة العقود الماضية فقارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطتنا الطموحة للتنمية الممثلة في أجندة 2063 ويوما بعد يوم تزداد فعالية جهودنا المستركة في إيجاد حلول لنزاعات ومشكلات عانت منها القارة لعقود وحالت دون تحقيق أحلام شعوبها وفي سبيل تحقيق أهدافنا المشتركة فمن المهم أن نعمل على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص إلى جانب بيهود الحكومات الإفريقية وذلك لتشجيع سواعد أبناء إفريقيا على بناء المشروعات القارية الرائدة لتطوير منظومة البنية الأساسية الإفريقية بما يسهم في استكمال مصار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي وربط الأسواق الإفريقية ويساعد في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية التي نستعد معا للاحتفال بدخولها حيز النفاز في قمتنا الاستثنائية المقررة في يوليو المقبل بجمهورية النيجر الشقيقة وبالتوازي مع تلك الجهود والتطورات يتعين علينا أن نسعى حثيثا نحو تطيور ثرواتنا البشرية وتأهيل شباب القارة لمواكبة تطورات العصر والاطلاع بمهامهم في قيادة مستقبل إفريقيا فضلا عن مواصلة تعزيز دور المرأة الإفريقية ققلب نابد لمجتمعاتها ونبراس لتحولها الاقتصادي واستقرارها بالإضافة إلى تدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوبنا ترسيخا للهوية الإفريقية وعلاءا لمبادئ التضامن الإفريقي الأخوة والأخوات لا يوجد أمامنا سبيل سوى بزل الجهد والتمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء المؤسسين وتطلعات شعوب إفريقيا العظيمة في إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة تكفل العيش الكريم لكل أبنائها وتبث نور الحضارة وثقافة التسامح والمحبة لكل العالم وإن قارتنا لمنفتحة على التعاون مع الشركاء الدوليين كافة من حكومات ومنظمات دولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العالمية في بناء إفريقيا المستقبل وذلك في إطار تعاوني وشراكات مستدامة تضمن تحقيق المصالح المتبادلة بشكل عادل وتسهم في تعزيز استقرار وازدهار عالمنا وإثراء التجربة الإنسانية وختاما كل عام وإفريقيا أكثر تضامنا وأعمق تعاونا وأشمل تكاملا كل عام وشعوب إفريقيا في جميع أنحاء العالم في ترابط وتقدم واستقرار وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة